قرار حظر التجوال في الأردن انعكس بشكل مباشر على العديد من الصحف الورقية هنا في صحيفة الرأي الأردنية توقف العمل بهذه النسخ الورقية بعد استبدالها بنسخ الالكترونية حيث يقوم العاملون هنا بإصدارها من منازلهم لكن العقبات والتحديات المالية تبدو أكبر بكثير من حظر التجوال على هذه الصحف وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا الصحفي خالد لقضى مرحبا بك سيد خالد سيد خالد بداية أن يحدثنا عن التداعيات المالية والتحديات الأقصادية التي تواجهتم بعد قرار إغلاق الصحف العالم ما بعد كورونا أعتقد سيختلف عن العالم ما قبل كورونا وهذا أكبر تحدي توجهه الآن الصحف الورقية تحديدا أعتقد أن الصحف الورقية يمكن أن تكون أول لحاية أزمة كورونا التي اشتاحت العالم ومن ضمنها الأردن حتى في صحيفة الرأي بسبب أن سياسة الطباعة والتوزيع والنقل ومع قرار حظر التجوال تسبب في وقف صدار الجريدة بقرار حكومي حتى تنفيذا لقرارات الدفاع التي صدرت هذا أثر تأثيرا مباشرا على دخل الجريدة المتأتي من الإعلانات والمتأتي من التوزيع فأصبحت الصحيفة حاليا تعاني مشكلة حقيقية تتعلق بالتدفوق المالية التي كانت تعاني منه سابقا في ظل التحول الرقمي الذي شهده العالم أعتقد أننا مقبلين على مرحلة كثير حساسة وكثير حارجة بالنسبة للصحاف الورقية ما لم تتغير أنه نهج هذه الصحف وتتحول إلى المؤسسات الإعلامية متعددة الوساط ومتعددة الأذرع أعتقد أن أزمة كورونا ممكن أن تطيح بكل هذه هل يمكن أن تنعكس هذه الأزمة المالية على الصحفين العاملين هنا؟ هل يمكن أن يتم الاستغناء عن العاملين هنا بسبب الأزمة المالية؟ سنسعى باتجاه أن تطوير العمل أن تكون النسخة الورقية أحد أذرع الصحيفة وليس ذراعها الوحيد ممكن أن تكون هناك نسخة BDF ممكن أن تكون هناك تطوير العمل الإلكتروني حالياً هناك نية لإنشاء إذاعة صادرة عن الرأي وفي مركز تدريب وممكن أن يكون هناك كمان فينا الستوديو للبث المباشر فهذه أذرع ممكن أن تكون تساعد على التحول الصحيفة من صحيفة ورقية لمؤسسة إعلامية شامل إلا من تجب هذا الاتجاه أعتقد وضع المؤسسة سيكون جداً صعب طالبتم كأعضاء في نقابة الصحفيين الحكومة بدعمكم ما هو نوع الدعم الذي تريدون؟ شوف يعني هي بصراحة تفاقمت هذه المشكلة بقرار واضح من الحكومة ووقف إصدار الصحف على الحكومة أن تتحمل تبعية هذا القرار هناك عاملين بهذه المؤسسات هناك صحافة المؤسسات ورغم هذا القرار الحكومة بوقف ما زال العملون في هذه الصحيفة يواصلون العمل وواصلوا حضور مؤسستهم ونسخهم الورقية على صيقة بي دي أف من خلال الإعلام الرقمي الحكومة عليها أن تعوض هذه الصحفة عن كامل الخسار التي لحقت فيها بصفتها مؤسسات وطنية تستحق الدعم مثلها مثل باقي الغطاعة التي تأثرت مباشرة بأزمة كورونا إذن أزمات اقتصادية كبيرة تلاحق الصحف الأردنية في ظل انتشار فيروس كورونا أزمات ليست كالسابق لكنها جديدة اليوم وتفرض واقعا جديدا على العديد من الصحف الورقية حيدر العبدالي الحرة عمان